اشتركوا في القناة وفي مستهل لقاء رحب مع علي الوزير بزيارة سعادة وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق إلى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقع بشأن التعاون والتنسيق الأمني واشهد مع علي الوزير بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله ورعاهما معبرا مع علي عن أصدق تهاني لمعالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمناسبة تجديد الثقة الأميرية بتعينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بدولة الكويت وأعرب مع علي عن اعتزازه بمسيرة التعاون وتنسيق الأمني بين البلدين والحرص المشترك على تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة منوها بأن اجتماع اللجنة الأمنية بين البلدين يعكس التزاما متبادلا بتعزيز العمل الأمني المشترك انطلاقا من روابط الأخوة التاريخية وفي إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك وتطرق معا لوزير الداخلية إلى عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية في إطار تعزيز الأمن المجتمعي ومن بينها برنامج مكافحة العنف والإدمان معا ودوره في حماية الناشئة والشباب من خلال تطوير المستمر وإطلاق مناهج جديدة وبرنامج تعافي الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة لافتا إلى تطور العمل الأمني استنادا إلى الإجراءات الاستباقية وتطبيق الإجراءات القانونية السليمة وشرم عليه إلى أن انخفاض معدل الجريمة في البحرين دليل نجاح العمل الأمني منويا بأهمية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل تعزيز الهوية الوطنية في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وتنسيق الأمن وتبادل الخبرات في مجال التدريب وفتح أفاق جديدة من التعاون الثنائي كما تم تطرق أيضا إلى عدد من الموضوعات والمستجدات الأمنية على الساحة الإقليمية بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتطوير آليات العمال المشترك ترجمة نانسي قنقر